ده عشان كده الفنان عصام عبد العزيز اللي غنى الأغنية أنا أسف وطولكم عصام عبد العزيز هو اللي غنى هذه الأغنية للعب الحريف الحبيب محمود الخطيب زي ما قال التكريبات دي كلها جاية ومصر بتطرق أبواب الأمم الأفريقية ودي مناسبة مهمة جدا لجمهور الأهلي لجمهور الأهلي تحديدا لأنه البعض حاول يصير أي فتنة بين الجمهور الأهلي على التساعه وعلى عظمته مع المنتخب الوطني بس ده ما بيخلش على جمهور الأهلي حتى للناس اللي بتتكلم زعلان من اتحاد الكورة آه عندنا كلنا ملاحظات وزعلانين من اتحاد الكورة غضبان من هاني أبريدة آه غضبانين من هاني أبريدة وعندنا ملاحظات كتير عليها بس مين قال لكم ده منتخب اتحاد الكورة أو منتخب هاني أبريدة مين قال كده ده منتخب مصر لكل المصريين ونجاح مصر في التنظيم واستضافة بطولة بهذا الحجم في هذا التوئيد قبل ست شهور فقط من انطلاقها مسؤولية كل أبناء هذا الوطن الأهلوية والزملكوية والإسماعيلوية والإسكندرانية وكل الجماهير على مختلف انتماءاتها لابد انها تتكاتف ولابد انها تقدم صورة حقيقية لخدرات مصر التنظيمية لكن كمان لو عايزين نبصرها من زاوية دياء علاقة الأهل بالبطولة دي تحديدا لا ده انتوا عليكم واجب فرض عين مش فرض كفاية في المسندة والمساعدة والدعم والتكاتف مع المنتخب الوطني الأمم الأفريقية بطولة لما بدأت بدأت في 57 مصر في السودان مصر وأسيوبة والسودان والأسباب كانت مصر بتقود وقتها صورات التحرر في أفريقيا بس البطولة تانية بقى أول بطولة مصر تنظمها في تاريخها فبراير 59 في ملعب النادي الأهلي ملعب النادي الأهلي اللي احتضن أول بطولة نظامها مصر كانت الدورة التانية لكاس الأمم في 59 فازت مصر على أسيوبيا في أول مباراة 4-0 أهداف كانت أهلوية كلها وانا لما بقول أهلوية ما بستسنيش لكن أنا بخاطب جمهور الأهلي اللي البعض عايز يدعي ظلما وعدوانا أنه بعيد عن البطولة وعن الاهتمام بيها بالعكس مصر تفوز 4-0 أقول لك أن الكابتن الجهر يجيب ثلاث جوان وكابتن ميم الشربيني شفاه الله وعفاه بيمر بأزمة صحية بقولولنا ربنا يتميل الشفاء إن شاء الله أستاذ إبراهيم قبل ما نمشي في السرد الجميل بتاعك ده اللي الناس مؤكد عايزة تتابعوا وتعرف أرقامنا وتعرف تاريخنا لكن هو ليه دلوقتي في محاولة للزجب الأهلي في مواجهة مع المنتخب شمعنا دلوقتي لأنه شعره إن جمهور الأهلي بيحسه ومسؤوليته ملتفحة ولمنتخبه طبعا فيطلع لك ناس تشتم في جمهير الأهلي عشان تنرفزها وتخليها تاخد مواقف وده الفخ أو الكمين اللي مش عايز حد يستدرك فيه ناس على فص عينها إن البطولة دي تنجح وإن يكون جزء كبير من نجاحها الأهلي وجمهيره بإحساسهم المسؤول تجاه بلدهم لأن عندما يذكر اسم مصر تتوارى الانتماءات طبعا خلاص هو اسم بيوحدنا مصر بالضبط إحنا يعني ساعة الجد وأنا قلت قبل كده من السزاجة إن حد يستدرجنا لما يريده خلينا إحنا باستمرار ناخد الدنيا في الاتجاه المسؤول اللي إحنا متعودين عليه ولذلك مش بس دلوقتي إنت رئيسة مختار سفيرا للنواية وإنت قبل كده توجت كأفضل جمهور في القرى الأفريقية إذن سمعة الجمهور المصري مسؤولية يجب الحفاظ عليها شكرا